وصل تزينه روح الأخوة والمحبة أواصر ترسخت بين الأشقاء وها هي تتجلى في بلاد الحرمين بعثة الحج البحرينية من هذا المنطلق زارت بعثة الحج الكويتية في مقرها ومنذ سنوات تجأب البعثتان على التعاون والتشارك في كل ما يعين الآخر في أطهر بقاع الأرض العلاقة المتميزة ما بين البحرين والكويت علاقة قديمة ونحن وأهل البحرين كلنا أهل في الحقيقة ولنا علاقات متميزة مع بعثة البحرينية منذ ما يقارب 20 سنة وعلاقات متميزة والتقاط سنوية للتشاور فيما بيننا ودائما كنا نتشاور مع دول مجلس التعاون لخدمة حجاج دول مجلس التعاون البحرينيين هم عيوننا في الحقيقة بحرينيين في قلوبنا وإن شاء الله بإذن الله رح ننسق مع رئيس بعثة الحج البحرينية لما يسر إن شاء الله حجاج دولة البحرين ودولة الكويت إن شاء الله ودول خليج كلها وبالعودة إلى مقر بعثة الحج البحرينية حيث اللجان العاملة التي لا تفتأ في إدارة ومتابعة كل ترتيبات خدمات الحج تقيم اللجنة الأمنية وبالتعاون مع اللجنة الطبية وفريق الكشافة دورات في عمليات الوقاية والإخلاء فضلا عن التدريب المستمر فيما يخص الإسعافات الأولية قدمنا فيها عن كيفية الإنعاش القلب الرأوي وركزنا على بعض المواضيع مثلا له الإنهاك الحراري وضربة الشمس التي تصيد بعض الحجاج من ضمن الأشخاص المتواجدين في تلك الوقت له طبعا الكشافة ركزنا عليهم كونهم المقدمة ويكونوا متواجدين في كثير من الأوقات يكونوا قبل وصول الفريق الطبي إذا كان صارت أي مشكلة فركزنا على كيفية إسعاف المصاب والأغماء وكثير من المواضيع تنظيم الحركة والمواصلات سارت بأرقى العمليات المقننة فالبعثة البحرينية واصلت خدماتها لحملات المملكة فيما يضمن لهم التنقل بين المشاعر دون أي عقبات هذه الملصقات تسمح لصاحب الملصق بالدخول للمشاعر مونة وعرفة ومزدالفة لأنقاط معينة حسب الرسم اللي وضحينا وزارة الحجم المملكة العربية السعودية وإحنا في مملكة البحرين اللجنة الأمنية الرتب والنظم هذه العملية مع الحملات البحرينية الموجودة بمنح هذه التصاريح والالتزام بلصقها بنفسنا شخصيا حتى لا يتم التلاعب فيها أو الإخلال فيها عناية فائقة من مختلف لجان البعثة بحجيج المملكة صحتهم وسلامتهم تحملان دائما على عاتق أولئك الجنود طاقم من ذوي الخبرة والكفاءة عيادة جهزت بكل الإمكانات التقنية والبشرية مسعفون وأطباء جاءوا من المنامة وذلك لخدمة حجاج المملكة لتلفزيون البحرين صالح يوسف مكة المكرمة ترجمة نانسي قنقر